نتائج وخيمة خلفتها الصراعات التي شهدها العراق في السنوات الماضية لعل في مقدمتها فوضى السلاح المنتشر في مختلف مناطق البلاد واستضعف لافت في تطبيق القوانين وعجز أمني عن محاصرة شبكات الاتجار بالسلاح أو سحب ما هو موجود بالشارع والذي يقدر بملايين القطع الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة منها كمدافع الهاون وصواريخ الكاتيوشا ظاهرة السلاح المنفلد تتصدر مدن جنوب ووسط العراق حيث تسببت خلال العام الماضي بمقتل وإصابة ما لا يقل عن ألف عراقي جراء جرائم جنائية أو اشتباكات عشائرية أو عداوات شخصية وذلك بحسب وزارة الداخلية التي أكد مصدر الرفيع فيها أن 60% من تجارة السلاح تقف وراءها أفراد وجماعات ضمن ميليشيات الحجد وتستخدم هوياتها وبطاقاتها التعريفية في نقل السلاح وبيعه مؤكدا أن غالبية السلاح المتاجر به الآن هو من تركة المعارك ضد تنظيم الدولة وتم نقله إلى محافظات جنوب العراق لا سيم البصرة التي تعيش على صفيح ساخن حيث النزاعات العشائرية وعمليات تهريب النفط والمخدرات وصراع النفوذ المحتدم على المنافذ والموانئ وبحسب المصدر فإن مجموع المبالغ التي يتم تداولها في هذه التجارة يصل إلى مليوني دولار شهريا ويتستر عليها أحزاب وضباط أمن كما يتورط فيها أطراف في كردستان العراق تتاجر بالسلاح بالتعاون مع شبكات من جنوب البلاد وتبدو الحكومة عاجزة عن وضع حد لانفلات السلاح رغم التأكيدات مدير شرطة البصر رشيد فليح أن العشائر تمتلك من السلاح ما يعادل تسليح فرقتين عسكريتين عجز تحاول معالجته عبر قرارات مثيرة للدهشة من خلال شراء السلاح المنفلت بدلاً من معاقبة المتعاملين به هذا ما أكده مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية متعب الشماري تشكلت مؤخراً مديرية عامة لنزع السلاح في وزارة الداخلية بموجب الأمر الديواني المرقم 41 وستعمل هذه المديرية على صحب السلاح ويكون بمبالغ مالية مع إبقاء خطعة واحدة لكل ديت سلاح منفلت يهدد أمن المواطن ويقوض بناء المجتمع ونزاعات متواصلة بعناوين مختلفة حيث تتقاطع المصالح ويتعسكر المجتمع تحت لافتات شتى لتحول البلد إلى غابة كبيرة يأكل فيها القوي الضعيف ويقودها غياب الحلول إلى غياه بالمجهول ترجمة نانسي قنقر